انا عايزك تركز انا كويس قوي يا غالي وتشوف ان انا ادرت اسحب المبلغ اللي قدامك ده ادرت اسحب مبلغ ستين جنيه في شغل تقريبا اقل من ربع ساعة او اقل من نص ساعة على الموقع اللي انا هشرحه معاك النهاردة موقع النهاردة موقع مجاني بدون اداعات والسحب كمان سهل جدا من خلال فودافون كاش ولو انت مش موجود في مصر في طرق كتير جدا للسحب من اول واحد دولار اللي هو تقريبا بالمصري تلاتين او تمانية وتلاتين جنيه طيب خليني برضو هنا انا فاكر ان احنا كنا عاملين مسابقة والمسابقة دي كانت على الفيديو اللي فات وقلت لكم ان انا هختار تلات اشخاص هيفوزوا معنا كل شخص بمبلغ خمسة دولار تعال نروح هنا ليه الفيديو اللي فات اهو الفيديو ده ناخد رابط الفيديو ونبدأ ان احنا نروح على الموقع ده اللي هو بيختار لنا فايز عشوائي نديله هنا رابط الفيديو نبدأ نعمل فلتر للتعليقات المتكررة ونقول له هنا والله نحل كود الكباتشة ده خلي بس اللغة انجليزية ونقول له يلا بينا هتلاقينا كده في كام تعليق في الموضوع ده هنا في مية وعشرة تعليق هنختار تلات فايزين يا شباب يلا بسم الله مرحيم كان فيه سؤال في الفيديو اللي فات والسؤال هنشوف اجابته دلوقتي والسؤال كان ايه هو الراجل او مين هو اسم الراجل اللي موجود على المية دولار هنا عندي مش عارف ايه ماشي ده هنا واحد تقريبا مش عاجبه الفيديو اصلا مفيش مشكلة نجحق الاعتراض بس هنا زي ما بقول لك مش مجاوب على المسابقة طيب نختار واحد كمان اهو بنيامين فرانكلين الله ينور عليك بشار علي الله ينور بشار ده اول فايز معانا شباب بالجائزة خمسة دولار احنا هنقول لنا هنختار تلاتة فايزين يلا نختار الفايز التاني هنا بيقول لي مش فاهم حاجة من الكتابة مش كاتب اصلا اللي جابة بتاعة السؤال اللي هو الشخص او الصورة اللي موجودة على المية دولار مين الشخص ده اوفقك الله تسلم يعز الدين ها عايزين حد كاتب الاجابة بتاعة السؤال معانا فايزين اتنين لسه هنا ده كاتب الفوز ماشي يلا اللي بعده استمر يا ملك تسلم يا رئيس القلعة عايزين فايز يا جماعة يلا بنيامين فرانكلين الله ينور عليك قناة القرآن الكريم ده تاني فايز معانا في الفيديو هناخد فايز كمان ويبقى كده اكتفينا تلات فايزين ده لسه مجاوبش برضو عايزين فايز يا جماعة كمان يلا التالت مين استمر يا بطل ماشي عايزين اجابات تحياتي لك فايز مجاوب بنيامين فرانكلين الله ينور عليك الله ينور عليك والف مبروك ده الفايز التالت معانا في الفيديو بتاعنا طب برضو عشان تبقى فاهم المسابقة بتاعتنا شغالة ازاي كل اللي عليك حضرتك انك بتبقى عامل لايك على الفيديو ده مشترك في القناة وفعل الجرس وتعمل شير للفيديو في اي مكان ادي كده تلات حاجات الخانة الرابعة او الحاجة الرابعة او الشرط الرابع هو اهم شرط في المسابقة هو انك تجاوب على السؤال بتاع الحلقة طب فين السؤال بتاع الحلقة دي لان انا برضو هختار تلاتة في الفيديو الجاي هيفوزوا من الحلقة دي فين سؤال الحلقة دي سؤال الحلقة دي هتلاقيه متنطور كده في نص الفيديو يعني حضركا مش هقولك السؤال دلوقتي انت ممكن تلاقيه في نص الفيديو وفي اخر الفيديو المهم ان انت تتابع الفيديو او الحلقة دي للاخر عشان تعرف توصل لسؤال الحلقة دي وكل حلقة معانا سؤال وكل حلقة بنكسب تلاتة والاختيار من التعليقات زي ما انت شفت بشكل عشوائي كل فيديو انا بعمل معاك سحب تعالى بقى ندخل هنا على شرح الموقع بتاعنا نقفل ده كده شكرا مش هايزين منه اي حاجة ده يا شباب شرح الموقع وده الموقع اللي هنشتغل عليه النهاردة بصراحة من المواقع المحترمة جدا زي ما قلتلك وانا اشتغلت وريتك الاسكريم في اول الفيديو او الرسالة اللي وصلتني وسحبت على فودافون كاش الموقع هنا بيدعم فودافون كاش وبيدعم السحب على العملات الرقمية بدون اي مشاكل تقدر تسحب من اول واحد دولار حرفيا انا اشتغلت على الموقع ده تقريبا تعنص ساعة ولا حاجة هو يوم واحد بس اشتغلت عليه جربت الموقع وسحبت ولاية الموقع فعلا اشتغل معايا وسحب زي ما انا وريتك الاسكريم في اول الفيديو طب ازاي اسجل على الموقع ده والموقع ده اصلا بينكسب منه ازاي بكل بساطة موقع مجاني بدون رسمية الكل اللي عليك هو انك بتجاوب على شوية اسئلة او استطلاعات تبدأ تلعب شوية العاب مثلا تعمل شوية نقط سريعة والنقط دي تحولها لفلوس وتبدأ ان انت تسحبها زي ما انت شايف الخمس تلاف نقطة بواحد دولار هتقول لي خمس تلاف نقطة ده كتير جدا لا الموضوع سهل خالص خمس تلاف نقطة دول حرفيا انت ممكن في اقل من نص ساعة زي ما انا عملت تكسب الخمس تلاف نقطة وانا هوريه كان عملت ايه بالزبط طب خلينا ندخل هنا عشان نسجل حساب انت كشخص جديد هتلاقي رابط موجود تحت طبعا في صندوق الوصف تدخل تضغط على كلمة جوين عشان تعمل حساب جديد هيفتح معاك الصفحة دي هنا تكتب اليوزر نيم بتاعك هنا باسورد باسورد قوي وتعيده مرة كمان هنا هنا اكتب ايميل ويفضل يكون ده جيميل معاك انت وعيده مرة كمان هنا يعني ليه يبقى معاك الجيميل ده علشان بيوصلك رسالة تأكيد على الايميل ولازم تفعل الاكاونت من خلال الرسالة دي هنا بتكتب اسمك وهنا اسمك التاني وهنا بتبدأ ان انت تحط تاريخ ميلادك والدولة اللي انت عايش فيها وعنوانك او المدينة اللي انت موجود فيها والزد اي بي كود اللي هو بتاع البريد او البوسطة القريبة منك وده بتجيبه من على النت يعني مش موضوع صعب بعد كده هنا بتدوس على العلامة دي وتدوس هنا على ايام نوت روبوت بتعمل تحقيق الكاباتشة او تحل الكاباتشة دي وتبدأ انك تضغط هنا على complete registration وبكده انت بقى عندك اكاونت الاكاونت مجاني بدون اي حاجة والموقع ده مش بتطلب منك تعمل اي ده عشان تسحب ولا اي حاجة من الحاجات دي طب انا عندي اكاونت خليني ادخل افتح معاك الاكاونت من هنا كده دوس على login وافتح الاكاونت بتاعي اركز معايا هنا كده هنجيب الhome زي ما انت شايف انا كده دي الصفحة الرئيسة بتاعتي عدد النقاط اللي معايا هي 25 نقطة النقاط دي يعني بص لو وقفت عليها كده بقول لك confirm point eligible to cash يعني ايه يعني دي نقاط تقدر ان انت تسحبها خلاص ماشي هنا bending يعني النقاط اللي هي لسه يعني لسه متأكدوش منها يعني مهمات انت عملتها عملت مثلا الف نقطة بس الالف نقطة دي الموقع لسه بيراجع وهيضيفها لك هنا في الخانة اللي لونها اخدر دي كده انت تقدر تسحبها طب ايه الشغل ايه الشغل اللي على الموقع ده لو انت هنا كده في الشاشة الرئيسية بتاعت home دي زي ما انت شايف هنا بيقول لك ايه سجل في الموقع ده اسمه honey gain سجل في اكاونت بالكود اللي هو هيدهولك ده ولما تسجل في الموقع ده اكاونت هديك 171 نقطة بي تي اس دي يعني points اختصار النقط يعني خلاص طب ايه تاني بيقول لك هنا سجل بمعلوماتك الحقيقية والعب الجيم ده مرة واحدة لعبة بليارد وهي تقريبا هتاخد 210 نقطة طيب ده ايه ده ده تقريبا اه رنزة ايب يعني افتح الابليكيشن ده على موبايلك لازم هنا بقى تدخل على التليفون ها مش هينفع من الكمبيوتر لكن الموقع ده انا بشرح من الكمبيوتر وهينفع على كل الاجهزة لكن يفضل وانت شغل تشتغل من على تليفونك هنا تاخد 350 نقطة هنا موقع علي بابا اللي بيقول لك سجلت في الموقع ده تحصل على 1000 نقطة زي ما انت شايف هنا عروض يعني ايه سهل خالص الموضوع يعني سهل زي ما انت شايف هنا بصة اهو complete the survey يعني جاوب على الاستطلاع او الاسئلة دي وتاخد هنا 200 نقطة وهنا كمان حطيت لك اهو زي ما انت شايف لمدة دقيقتين لو جاوبت على الاسئلة تاخد 200 نقطة برضو يعني انت مش تعمل اي حاجة الموضوع حرفيا يعني اسهل من السهولة طيب خليني هنا اشرح لك الخنات اللي انت هتكسب منها كمان انت عندك اول خانة هنا لو قفت عليها earn point هتلاقيها فتحت لك كزا حاجة زي ما انت شايف ايه هنا اللي اضغطنا عليها دي عروضة زي اللي انا كنت مشغلة من شوية خلبك عروض كتير يعني ما تفكرش ان الموقع ده مسلا هيديك عرضه ولا اتنين ويقفل لا 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 طول ما انت موجود على الموقع ده عيش اشتغل باشا الموقع ده اللي عملوا او الناس اللي عملت 371 من 3166 بص بص عروض قدي لو دخلت دي صفحة الاولى في صفحة التانية والصفحة التالتة والصفحة الرابعة وعروض بالهبل والعاب وكل عرض هو كاتب لك قصاده انت تقدر تكسب قدي ايه من العرض ده هنا ده 75 نقطة واه كزا 125 يعني حرفين الخمس تلاف اللي انا بقول لك عليهم اللي هم بواحد دولار دول انت في نص ساعة هتعملهم مش موضوع انت موقع زي ده انت حرفين في اليوم ممكن تعمل منه 3040 دولار لو انت قاعد فاضي خالص بدون اداعة وبدون راس مال تقدر تشتغل على حاجة زي كده وزي ما تشاف فيه صفحات كتير جدا كل صفحة وفيها العروض بتاعتها او المهمات او التاسكس اللي انت تقدر تنفزها طيب وبعدين في ايه تاني انا هنا دخلت هنا زي ما تشاف في اول واحد في هنا سيرفيز او استطلاعات الرأي مجرد اسئلة بتجاوب عليها وبتاخد نقاط كل دي حضرتك شركات كل شركة من دي هتدخل عليها هتلاقيه جابيلك بعض الاسئلة او بعض الاستطلاعات وده طبعا بيختلف من دولة لدولة طيب ايه تاني اقدر هنا ادخل عليك زي ما تشاف برضو دي بعض الشركات اللي بتديك عروض تنفزها هنا مثلا اوتوسيرف تتفرج على شوية اعلانات وتاخد نقاط وهكذا طيب ايه تاني عم اوفرول ده برضو شركات تانية كل ما تدخل على حاجة من دي بص ارنبويند دي كل دي كده تقدر تكسب منها نقاط طب اقدر اكسب ايه تاني اقدر اكسب من خلال اللعاب يعني وجبت هنا كلمة جيمز بلاي جيمز هنا مفيش ماشي بيقول لك هنا يعني هنبعت لك لما يبقى فيه علعاب هنا مش عارف ايه جيمز كل دي علعاب حضرتك اهو بيقول لك هنديك في اليوم او هنديك بوينت لو لعبت اللعبة دي تجداز بلاي وتلعب هنا هنديك نقطة لو لعبت اللعبة دي ماشي فاهم كل دي ايه عضرتك العاب اهو تقدر ان انت تلعبها وتحقق منها نقاط في جي بي تي هنا دي برضو لعبة تقريبا او حروف او ارقام متقاطعة حاجات كده برضو تقدر انت تلعبها بس دي تقريبا محتاجة ان انت تنبقى عامل ايديه عاويب عندك نقاط يعني فانا مش هلعب اللعبة دي هنا فيه كونتست دي برضو تقدر ان انت تضغط عليها علشان تعرف مين اكتر ناس محقق ارباح يعني انت لو جبت هنا كونتست دي ودست على ويكلي يعني الناس اللي عاملة ارباح كبيرة على مدار الاسبوع لو انت تاخد بالك هنا اهو دي الناس يعني السوداني مش عارف 92 ده ده تقريبا عامل 15 الف نقطة او كسب 15 الف نقطة اه ده عامل 12 الف نقطة هو هو برضو وده عامل 15 الف نقطة فالموضوع ايه؟ يعني كل ما تعمل نقطة اكتر كل ما تبدأ ان انت تعمل هنا فلوس بيدوك زي جايزة يعني او حاجة زي كده هنا كويك بوينت هنا نفس الكلام برضو بيقولك مين الناس اللي عاملة ارباح من خلال الكويك بوينت طب هنا احنا اعتبر شرحنا كل الحاجات اللي موجودة في الموقع واحد يقول لي طب انا خلاص بقى انا تمام كده عايز اسحب فلوس من الموقع ده السحب هنا بيكون من خلال ايه؟ قبل ما اشرح لك السحب عايز اعرفك ان فيه طريقة تانية برضو انت تقدر تكسب منها من خلال الموقع ده والطريقة دي لو انت ساعدت غيرك ونشرت الموقع ده لمسلا لريفرالز او لحالات او لصحابك او نشرته على جروب طب تبدأ ان انت تنزل هنا مكتوب ريفرالز او زي ما انت شايف تاخد الرابط بتاعك ده كوبي وتبدأ ان انت تدي الاصدقائك يسجلوا من خلاله ولما تدي الاصدقائك هم هيبدأوا ان هم يشتغلوا على الموقع وانت هتاخد على الشغل بتاعهم ده او المقاط اللي هم هيعملوها ربح 10% 20% كل التفاصيل ده هتعرفها لما تبدأ تشتغل على خانة الريفرالز طيب تعال ابقى هنا اشرح لك السحب هتضغط هنا على كلمة كاش اوت زي ما انت شاف ايه كاش اوت وهنا بيقول لك شرط اساسي عشان تسحب تبقى كملت الخمس تلاف نقطة لان الخمس تلاف نقطة بواحد دولار وزي ما انت شفت الاسعار اللي قدامك انت حرفيا للخمس تلاف نقطة دول لو اشتغلت نص ساعة على الموقع بجد هتقدر تعمل الواحد دولار كل نص ساعة مش رقم يعني خلاص طب هنا اقدر اسحب على ايه في اير تي ام دي تقدر تسحب عليها وده تقدر تسحب عليه فقط من اول ما تعمل نص دولار يعني 2500 نقطة تقدر تسحب طب ايه الوسيلة التانية في فودافون كاش دي الوسيلة اللي انا استخدمتها ويه الوسيلة دي تقدر تسحب عليها بحد ادنى لما تعمل عشر تلاف نقطة اللي هم تقريبا بخمسين جنيه طيب هنا تشتغل على كريبتو كيريانسي او العملات الرقمية تقدر تسحب من خلالها لو عملت 5000 نقطة وهيبعت لك على كل 5000 نقطة واحد دولار وتقدر تسحب من اقل حاجة اللي هو واحد دولار اللي هم 5000 نقطة وفيه هنا تقدر تاخد بطاقات جيفت كارد من امازون تشتري بها اللي انت عايزه ودي من اول اتنين دولار طيب هنا انا شايف ايه افضل طريقتين تسحب عليهم افضل طريقتين لو انت في مصر تسحب على فودافون كاش او لو انت مش موجود في مصر تقدر تسحب على العملات الرقمية او تسحب هنا من اول نص دولار بس من خلال الارتي ام وهنا خلي بالك الموضوع سهل انت هنا تقدر تهامل حرفين 2500 نقطة دول في دقيقتين ثلاث الموضوع زي ما انت شايف الاسعار عاملة ازاي وهنا الموقع طبعا بيرشح لك ان انت تستخدم لو تستخدم عملات رقمية تشتغل من خلال موقع باينانس طب عندك مشكلة في الدعم او عندك اي حاجة حابب تكلم الموقع تضغط هنا على كلمة ساب بورد هتلاقي اسئلة لكل الحاجات اللي انت يعني حابب تسأل فيها او اي حاجة هتحبها لو انت عايز تكلم الدعم بشكل خاص تقدر تضغط هنا على كونتاكت ساب بورد وزي ما انت شايف كده يبقى احنا شرحنا كل حاجة في الموقع وين يكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا اتمنى تشترك في المسابقة زي ما قلنا شروط المسابقة سهلة وبسيطة لايك اشتراك تفعيل الجرس الشرط الرابع هو انك تجاوب على سؤال الحلقة طيب فين سؤال الحلقة يعمل حاجة انت بتشتغنى ولا ايه لأ سؤال الحلقة انا بخليه هنا لان انتوا جدعان ووصلتوا لاخر الفيديو سؤال الحلقة زي ما انت شايف قدامك ده الون ماسك رجل اعمال مشهور جدا من اغنى رجال الاعمال في العالم السؤال بتاعي هنا الون ماسك مهتم بعملة رقمية عايز اعرف ايه هي اسم العملة الرقمية اللي مهتم بيها رجل الاعمال الون ماسك بس كده ده كل اللي انا عايزه منك وشكرا انك وصلت لحد دلوقتي دامن الفيديو تنساش تسيب لي الاجابة بتاعتك في تعليق وتحفزنا واستمرنا معانا في المسابقات الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته